بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلان هيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية وسبول تعزيزها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك في قصر الاتحادية بالقاهرة وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلان هيان إن التطورات الجارية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم تتطلب التشاور المستمر بين قيادتي البلدين خاصة أن هذه التطورات تتصل بشكل وثيق بحاضر الأمن القومي العربي ومستقبله والأمن الوطني لدول المنطقة مؤكدا أن جمهورية مصر العربية تمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن القومي العربي وأن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على التواصل المستمر معها والتباحث حول كل ما يهم الشؤون الإقليمية كما واستعرض الجانبان خلال المحادثات فرص تعزيز والتنمية التعاون التنائي بين البلدين في مختلف المجالات هذا وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلان هيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل مساء اليوم إلى العاصمة المصرية يرافق سموه وفد يضم عددا من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة